المواطن. استاذ اسامة مرحبا. مرحبا يا ري مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين متاعنا. دونك. اليوم في معالي المواطن خطرنا نحكيه على منصب الوالي والي الجهة. شنية المهام اه متاعه وبتبع الناس موراي المواطنين. اذا عندهم زادهم اقتراحات بالنسبة للمنصب هذا والمهام متاعه. نعرفوها مع اه مروة دريدي في الميكرو ترتوير ورجعينا. معالي المواطن. انا جيت انا ويلي اول حاجة رجع الثيقة بين المواطن والادارة في المحلية. علش ما نفتحش مكتب للمواطن بالحق يعني نسمع فيه المواطن شنية مشاغلة مشاريع المعطلة في الجه هذي. هذي نقطة اساسية الرهق وانه نجتمع بالمسؤولية. مبرشة في مبرشة مشاريع معطلة. مش عخطر ما فهماش قانون. مش عخطر تشريعات معقدة. هذا صحيح جانب جوانب. لكن في مبرشة زدها مشاريع تستحق ارادة سياسية تستحق يلمة الوالي. كان جيت ويلي اول حاجة المراقبة للاسعار نركز عليها في المساء في المساء وخاصة يوم السبت والاحد. فما تلاعب كبير يعرفوا اللي الموظفين المراقبين بتاع الامور الاقتصادية والمواد الغذائية ومتابعة ما يخدموش. وهذا بعد الستة متى العشي لسوهم تتغير جملة. ثانية حاجة كان جيت ويلي لحياة الشعبية. ما عاش عدنا بتاحي الولادنا بش يلعبوا كورة. مي سحات خضراء رايحالة كارثة مع ادنياش. واحد بش يمشي في بلاسة فهمتي بش يفرهاد ولادو بش يلعبوا شوية كورة بش منتزاه كذيرا مشكلة مشكلة عويسة. انا كنجيت ويلي نتصور اكثر حاجة لزمي الخامن فيها هي صغيرات. في كل ولاية في كل بلاسة في تونس انو نعطيو الصغيرات حقهم نوفرولهم دي باعك نوفرولهم ما سيبح بلديا نوفرولهم رش دي استاد. اي حاجة تنجم تعطي لصغيرات حقهم وتنجم تخليهم يستفيدوا تنجم تخليهم يحيشوا صغرهم كيف ما هو. اهم حاجة. المكتبات العمومية ترجع دور الثقافة هكي خليها تولي فهمها دور ثقافة في البلايسلكل. مهم صغاري يخذوا حقهم ويعيشوا صغرهم ونحاولوا بالحق ننقذوهم صغار خاطر اللي قاعدت سيرو مش بي حتى تعرف معناه. معالي المواطن. كما كنا نسمع ورأي المواطنين في منصب الوالي هو الوالي هو من هام المناصب والدور المحوري في بناء الدولة التونسية الحديثة بعد الاستقلال واللسان في تحقيق التنمية الجهوية وامتدل سنوات تطويلة بتعينات وتسميات في كل فترة ومن خلالهم تم بناء وتخطيط الولايات في الجمهورية التونسية على مر السنوات وكاني مثل الولاية آآ والجهة آآ اللي يتم الاشراف عليها وهناك اجتماع سنوي تم من خلاله زادت الفاعل مع الولايات بعد سنة الف وتسعمية وتسعة وسبعين تطور مستوى الدراسي والعلمي للولايات واللي اصبح معظمهم من المتحصلين على الشهائط البكالوريا او الشهائط الجامعية والمنتمين زاد الجهات مختلفة في البلاد التونسية تم تنقيح زاد الامر المؤرخ في واحد وعشرين جوعة الف وتسعمية وستة وخمسين اللي ساهم في توسيع صلاحية سلك الولايات ومساعدين من معتمدين وعبد وتطوير مساراتهم المهنية والادارية بحيث كان معظمهم تولوا منصب الوزير او الوالي ثم تدرجوا في المسئوليات الادارية واصبح عندهم خبرة في دارة الشهائن العام فما ما رجع تاريخية تقول الوالي هي اقدم خطة في التنظيم الاداري التونسي اذ يعود احداثها الى العهد الحفصي الف ومئتين وسبعة وتلاثين الى الف وخمسمائة واربعة وسبعين وهي خطة تغيرت عبر الزمن الحقيقة مهام الوالي اه عديدة وعديدة جدا حاولوا انه نلخصها في اه في اهم المسئوليات متاعه دونك الوالي هو مسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على صعيد الجهوي وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكافيرة بتحقيق النهار الاقتصادية والاجتماعية لدائرة اه ولايتهم الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفيه وعوين المسألة الوطنية المباشرين بدائرة الولاية متاعه يسر على تنفيذ القوانين الترتيب القرارات الحكومية يبشر سلطة الاشراف والمراقبة الادارية على الجماعات العمومية المحلية كما انه زاد اه يبشر اه الوالي تحت سلطة وزير الداخلية ادارة الشرون العامة للولاية ويسر على المحافظة على الامن العام ويسر على مصالح الدولة للشركات والدووين والمؤسسات التي تمتع باعانة الدولة ماليا والذي يوجد مقره الاجتماعي بدائرة الولاية اه متاعه ينبغي ان يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية اه يرأس وجوبنا الوالي او ما يمثلوا جميع الليجان الجهوية التي تهتم بمختلف مصالح الدولة ساعات بعد الفيضانيات او الامطار اه الكبيرة ناس معديما فهمة اه لجنة مجابهة الكوارث وغيره اللي اجتماع بها الوالي لي اه اقرار ما يمكن اه تنفيذه على رؤساء المصالح الخارجية كذلك مسؤولين المؤسسات والهيك العمومية والشبر العمومية ان يحيطوا بالوالي علما بكل المسال التي هي من مشمولاته دونك عديد المهام بالنسبة للوالي في الجهة متاعه شكرا ليكو سيما مروا الدريديو قادوا معنا مازلنا مواصلين حتى الاربان دلاشاء